هنا يا كريم هقفك هنا على دي لما كن التصويبه دي وهاتلي الفريم اللي بعده على طول لما كن التصويبه دي يا كريم انت ارجع تاني معلش بص يا كريم لما يكون اربع لاعبين من النادي الاهلي بيبقى فيهم ديانج نزلين على خطة 18 طب هو ما كان ديانج انه يبقى هنا طب بلاش كندوسي هنا رايح فين بعملش حاجة طب وراه رايح فين هاني داخل جوه انسايد عشان يعمل ايه عشان يبقى فيه سبع لاعبين تمن لاعبين في فريم السورة ولا واحد منهم ضغط على الرجل اللي بيشوت ده بغض النظر ان التصويبه ما تخشش ابدا في ناشئ ما تخشش ابدا في حارس ناشئ كمل وطبعا تراي غلط ورغم ان الكرة كانت في المتناول وسهلة وضعيفة تراي غلط وتراي يعني ودينا حاجات كتيرنا نتكلم على الشناو في حين وارقام الشناو يعني يلا الحالة اللي بعدي جوني الثالث واحده وتلاتين متر ارجع 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 خمسة وتلاتين يارضا خمسة وتلاتين ده لو شايت الكرة بسلوخ انا ااخد وقتي كحارس مرمة ان بتري عمل التراي لك انت تخيل ان في الخمسة وتلاتين يارضا دول يا كريم خمسة وتلاتين الكرة تشاطت وراحت ودخلت في المقص والشناو فضل على وقف اللي هو اقفة هو فيه لا اسوأ بصراحة الرقابة والضغط كرة على خمسة وتلاتين متر خمسة وتلاتين متر لا انا اتفل معاك 100% بس التلاتة اللي حواليه دول ده فيه واحد بيتماشى اه هو انا مش قلتلك لما قلت بتقولي فيه واحد كرر يقف فيه واحد بيتفرج اللي هو دي يعني فيه دي هانجل بيتفرج اللي جنبه يعطاك الحمد ده واقف اصلا واقف اه اه وكندوس تقريبا جاي بيشوف الدنيا هيحصل فيها ايه ايه ده لا ما انا قلتلك اللعيبة ايه اه النهاردة اهانت اهانت اسم النادي الاهلي افرَغ علكورة دي ده انا جبتلك وقافات غلط طب نقول ده عايب في اللاعيبة ايه اللي توعي تكتيكي اللعاب اللي هوقف في وسط الملعب اه بيتماشى واللعاب اللي هوقف بيتفرج حمد هوقف بيفرق خمدوس هوقف بيفرق طاهر واقف راجع بيتمشى لو وسط الملعب في المقابل السونداونز النهاردة تطبيق حرفي لمهاجمة المسيحة اللي كلها بتتكلم عليه من ثلاثة يام يا كريم هنا أحسن فريق في أفريقيا بيهاجم المسيحة اللعبة بتقفش طول الوقت بدور على أي مسيحة عشان أخلق زاوية تمرير للعيب نهارة الأهلك وش عايفي أخرج بكور للمرة كتير جدا قدام صندوق دي